ومما يؤسف له أن بعض الناس لديه صدقات ومع ذلك يتأخر في توزيعها يثق فيه الناس ويستأمنونه ويقولون له هذه صدقة وزعها الفقر والمساكين فيتساهل ويتهاون وربما مر الحول الكامل وما زالت عنده هذا غلط أيضا ما يتعلق بالأعمال فالقاضي يجب عليه أن ينهي القضايا التي بين يديه وأن لا يتساهل في تأخيرها الموظف أيضا يجب عليه أن ينهي المعاملات التي بين يديه ولا يجوز له أن يتأخر من دون سبب العامل كذلك يجب عليه أن ينهي ما بيده من صنعه ولا يجوز له أن يتأخر لا لسبب أما إذا وجدت الضرورة والحاجة كموظف أو قاضي أو عامل يدرس هذا الأمر ويتفحصه ويحتاج أن ينضج عنده هذا لا شك بأنه في مصلحة العمل أما يأتي شخص مثلا موظف وعنده مجموعة معاملات لا ينجز منها إلا اليسير ويقول لك هذه بعدين يعطل فيها مصالح الناس هذا من الظلم هذا من الظلم ولذلك يبادل إلى الخيرات أنت أيها الموظف الآن سبع ساعات أو ثمان ساعات هذه تأخذ عليها أجرة اللي يسمى الراتب هذه أجرة أنت أجرت نفسك للدولة أجرت نفسك للشركة أجرت نفسك للمؤسسة أجرت نفسك لكذا مدة سبع ساعات تحبس نفسك لإنجاز المعاملات بالقدر الذي تستطيع وتقوى عليه أما قضية والله أنا أنجز معاملة معاملتين وبعدين أقول في اليوم الثاني ما الذي يمنعك من إنجازها في هذا اليوم؟ هل هناك ضرورة؟ هل هناك حاجة؟ هل المعاملة ما اكتملت؟ مثلا لك العذر أما قضية لو والله تساهل تترك المعاملة وتقرأ جرائد أو تترك المعاملة طبعا الجرائد هذه قديمة ها؟ الحين أصبحنا وسائل التواصل عندنا الموبايلات المحمول هذا يغني عن قديما الموظفين يفتح الجريدة الآن أظنها قليلة أو انعدمت أصبح الناس المحمول افتتنا بعض الناس بهذا المحمول أصبح المحمول في كل شيء فيترك العمل الواجب ويعتني أو يلتفت إلى مثل هذه الأشياء التي قد تكون ملهية أو صارفة له عن الأعمال والمقصول بأن الإنسان يبادر